بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومحمد على آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في درس جديد نتتارس فيه سوية حول مفهوم من أجل عينيك يا وطني هنا أيها الطالب الكريم تمهيد الوطن قطعة معينة من الأرض يحبها الإنسان وينتمي لها ويدافع عنها ويتعلق بها وبأهلها ووطننا هو بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية نبدأ الآن بالنص الشعري توهج الشعر في عينيك يا وطني يصوغه الحق في روحي وفي بدني من أجل عينيك كل الشعر أسكبه من أجل عينيك أهدي العمر يا فنني يا شامخا في جبين الدهر مؤتلقا ها أنت في القلب في الأعماق تسكنني أضحت لنا في عيون الأفق مركبة تسير بالخير في صمت وفي علني أن نتجهنا ففي التاريخ ملحمة حروفها لحدود الشمس تسبقني تغفو العيون وعين الله حارسة من كل مستتر في زيفهنتني يا جبهة لسوى الجبار ما سجدت يا كل نبض بقلب المؤمن الفطني تمسكت بحبال الله في ثقة ومن يثق بحبال الله لم يهني فكل حبة رمل تنتشي فرحا وكل طير تغنى صادق الشجني والدرب يعبق أزهارا معطرة في البحر في البر في سهل وفي حزني الآن أيها الطيب الكريم أجيب أختاروا الإجابة المكملة للعبارتين التاليتين وأضعوا إشارة تصحين أمامها انظر هنا أيها الطيب الكريم أبيات النص جاءت لي للنصح والإرشاد أم وصف مصائف الوطن أم التغني بحب البطن ما رأيك هل هو نصح وإرشاد أم وصف لمصائف الوطن أم التغني بحب الوطن ما رأيك أحسنت نعم إنه التغني بحب الوطن أحسنت طيب عنوان النص عنوان النص من أجل عينيك يا وطني ما أخوذ من البيت الأول أم البيت الثاني أم مضمون الأبيات ورد هذا العنوان في أبيات القصيدة ولكن في أي بيت أحسنت نعم إنه في البيت الثاني إنه في البيت الثاني أحسنت الآن أيها الطيب الكريم أضعوا الكلمات التالية في جمل توضحه معنها انظر مما ورد في النص من كلمات يصغ ملحمة تنتشي نبدأ بكلمة يصغ أريد أن أضع هذه الكلمة في جملة حتى يتضح لي معنها فمن يضع هذه الجملة أو هذه الكلمة في جملة ها نريد أن نضعها في جملة ماذا نقول أحسنت يصوغ الشاعر قصيدة وطنية يصوغ الشاعر قصيدة وطنية أحسنت طيب نريد كلمة ملحمة نريد أن نضعها في جملة ماذا نقول أحسنت قرأت ملحمة شعرية قرأت ملحمة شعرية أحسنت طيب تنتشي ها ما رأيك نضعها في جملة ماذا نقول تنتشي الأم فرحا لنجاح طفلها حسنت الآن يا الطاب الكريم اختاروا المعنى الذي تعبر عنه الكلمة في سياقها من جملة المعاني الخاصة بها بوضع علامة صحف ما يأتي انظر هنا مجموعة من الكلمات ومجموعة من المعاني فالكلمة الأولى الشجن هل هو الغصن المتشابك ام الخشن ام الحاجة ام الهم والحزن ما رأيك احسنت نعم الشجن هو الهم والحزن احسنت طيب انظر لكلمة سهل هل هي الأرض المنبسطة ام الجبل الصغير ام البسيط ام اللين قليل الخشونة احسنت الأرض المنبسطة السهل هو الأرض المنبسطة وتكثر السهول في بلادنا المملكة العربية السعودية طيب حزن ما رأيك هل هو مغلضا من الأرض والجبل ام فرح ام بكاء ام وسوسة وندام ما رأيك احسنت نعم بكاء ممتاز اذا حزن يأتي عغالبا في معنى البكاء ايها الطيب الكريم هنا دارت الأبيات حول فكرة التغني بحب الوطن اضع في كل دائرة جانبا من الجوانب التي تغنى بها الشاعر اذا فكرة النص انه تغنى بحب الوطن فنبدأ بانه تكلم عن شموخ الوطن وايضا من الافكار التي كانت في هذا النص ماذا نقول احسنت السعي في الخير السعي في الخير الدولة والمملكة العربية السعودية تسعى في الخير لكل الدول المحيطة بنا وكل الدول الإسلامية ايضا من المعاني والافكار ايضا احسنت ملاحم الوطن التاريخية خاض الوطن ملاحم تاريخية كبيرة جدا حتى توطد الامن والسلام في هذه الارض المباركة ايضا حفظ الله له اي حفظ الله لهذا الوطن وهذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين ايضا نقول احسنت الاستقرار والسعادة فيه ايضا تمسك اهله بالشريعة الاسلامية الان تظهر لنا في الابيات دلالات عبر عنها الشاعر بجموعة من الالفاظ استعينه بالمثال الاول ليكمل الفراغات على غراري انظر تغنى وفرحا وتنتشي الدلالة الفرح والسعادة طيب انظر لشامخا ها احسنت نقول الافق وجبين طيب ما الدلالة الافق شامخا جبين احسنت العلو والرفع امتاز طيب مؤتلقا ها ما رأيك احسنت واهجة والشمس طيب ما الدلالة لها احسنت الاشراق امتاز اذا درسنا من اجل عينيك يا وطني فكرة النص الرئيسية التغني بحب الوطن وايضا كانت هناك مجموعة من الافكار ملاحم الوطن التاريخية السعي في الخير شموخ الوطن وحفظ الله له والاستقرار والسعادة فيه والتمسك اهله بالشريعة الاسلامية